جميعنا نعرف المسيح الدجال بأنه هو الرجل الأعور الذي سيخرج في آخر الزمان ليفتن الناس ويدعي أنه هو الله عز وجل وهو من أبرز علامات قيام الساعة وهو يعيش على الأرض ولكن من المستحيل أن يقابله شخص قبل وقوع علامات يوم القيامة الكبرى ولكن تخيل نفسك أنك تقابل المسيح الدجال وتقف أمامه وتتكلم معه وجها لوجه هل تخيلت ذلك؟ فإذا تخيلت هذا فيجب عليك أن تتعرف على هذه القصة المثيرة التي سنعرضها عليك في هذا الفيديو وهي للشخص الوحيد في العالم الذي شاهد الدجال ولكن من هو وماذا حدث عندما قابله؟ فهذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو فهيا لننطلق ولكن أولا ندعوك للاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشتراك كما نطلب منكم أن توصلوا هذا الفيديو ألف لايك لأن ذلك سيساعدنا أن نستمر في تقديم الفيديوهات وهيا لنتابع الدجال هو رجل سيخرج في آخر الزمان ليقول أنا رب الناس فاتبعوني فالمؤمنون سيكشفون كذبه وضلاله أما العاصين والكافرين فسيتبعونه ويؤمنون به فهو رجل من بني آدم وهو ممسوخ الخلقى شيطاني النشأة وتحيط به الشياطين وسيتبعه سبعون ألفا من اليهود عليهم ويقال أنه مقيد في إحدى الجزر المجهول مكانها ولن يعلمها سوى الله عز وجل وسيتم فك قيود الدجال وخروجه في قرب نهاية الدنيا فظهوره من العلامات الكبرى وجعل الله جل وعلا لخروجه سببا وعلامة وموعدا وعند خروجه يقول عن نفسه إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده سيف سلطة يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخسرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات رواه أبو داود وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا يبرز شخصيته ويحدد معالم جسمه فعن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في الرؤية وجاء في وصفه له رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية أقرب الناس به شبها ابن قط من خزاعة رواه البخاري وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال إن مسيح الدجال رجل قصير أفجع جعد أعور مطموس العين ليس بناتئ ولا جحراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وإذا نظرنا إلى المسيح الدجال فنجده إنسانا عادية وأن صفات الربوبية غير متحققة فيه فهو بشر مسكين عاجز على الرغم مما يجري على يديه يأكل ويشرب وينام ويتبول ويتغوط ومن كان هذا حاله كيف يكون إلها معبودا وربا للكائنات وهو محتاج إليها ومع وضوح ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا شيئا كثيرا عن صفاته وأحواله كي يعرفه المؤمنون الذين يخرج في عصرهم وكي يستطيع مواجهته ولا يغتر بباطله وعندما يخرج سيبقى معه جنة ونارا وستبقى جنته ناره وناره جنته وسيكون معه أنهار الماء وجبال الخبز ويأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتمبد وتتبعه كنوز الأرض ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح إلى غير ذلك من الخوارق أما هلاكه فيكون على يد عيسى بن مريم عليه السلام لقول رسول الله يقتل ابن مريم الدجال بباب لد فهذا هو الدجال وهذه هي صفاته فالله عز وجل قد حجب لنا الدجال إلى قيام الساعة ولن يقدر أحد على رؤيته ولكن من هو الرجل الذي شاهد الدجال وتحدث معه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يوجد رجل واحد على الأرض هو من شاهد المسيح الدجال وهو صحابي جليل يدعى تميم بن أوس بن خارجة ابن سود بن جذيم الداري اللخمي الفلسطيني وشهرته تميم الداري وولد بفلسطين وكان راهبها وعابدها وأسلم في السنة التاسعة من الهجرة وسكن في المدينة ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان بن عفان وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وروا عنه عددا من الأحاديث وشارك بالغزو أيضا واشتهر بكثرة العبادة وقيام الليل وتلاوة القرآن فيعتبر هو الوحيد الذي شاهد المسيح الدجال ولكن كيف حدث ذلك؟ روى هذا الصحابي العديد من الأحاديث فكما اعتدنا دائما أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم هم من يرون الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هذا الصحابي الذي ذكره لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي شاهد الدجال حيث رأى في إحدى سفره المسيح الدجال وعاد فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقصته فروى عن الحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله هذه القصة ولكن ما هي القصة؟ وماذا دار بينه وبين الدجال؟ فهيا بنا لنتعرف عليها فروى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس قالت سمعت منادي رسول الله ينادي صلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلاة ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافقا الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال لما سمت لنا رجلا فارقنا أي خفنا منها أن تكون شيطانا قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا فقال أخبروني عن نخل بيسان قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال أما إنه يوشك أن لا تثمر قال أخبروني عن بحيرة الطبرية قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيهما ماء قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبروني عن عين زغر قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وأني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قالت قال رسول الله وطعن بمخسرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت حدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول الله هذا كل شيء مشاهدين فالرسول صلى الله عليه وسلم أول من أخبرنا بالمسيح الدجال وحذرنا منه حتى نبتعد عن شره ولكن مقابلة الصحابي للمسيح الدجال فهذا دليل على اقتراب موعد الساعة وأن المسيح الدجال أنذر باقتراب خروجه ولكن أعزائي إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة حتى تكونوا داعمين لنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر